الواحد فخور ومبسوط هو بيتفرق كده على الشاشة وشايف صرح رياضي كبير بيضاف لسلسلة فروع النادي الاهلي في السنوات الأخيرة فرع رابع مش عايز أقول فرع رابع عايز أقول الهرم الرابع الهرم الرابع هذه المنشأة الرياضية اللي تم إنشأها خلال فترة يعني وجيزة فترة قريبة جداً وقصيرة جداً وكان فيه شكل مكسف بيحصل واجتماعات عديدة جداً من مجلس إدارة النادي الاهلي إنجاز هذا المشروع بهذا الشكل اللي انتوا شايفينه لما تاخد أرض بمساحة كبيرة من الصغيرة وفي أول مرحلة لفتتاح الفرع انت أنجزت 80% من المساحة ده في حد ذاته إنجاز كبير جداً وتبص بقى على الفرع ملاعب ببنى اجتماعي يعني الملاعب كمان دي تقدر تقول إضافة مهمة جداً لقطاع الكورة تحديداً في الفترة اللي جاية وكمان على مستوى الأكاديميات تبتكلم عندك أكاديمية للأهلي مثلاً في الجزيرة وعندك أكاديمية في مدينة مصر وعندك أكاديمية في الشيخ زايد في أكاديمية هتبقى في فرع التجمع فانت بالتالي بتخدم هنا الجماهير عموماً مش جمهور الأهلي بس جماهير القرى المصرية عموماً لو عايزة تكون قريبة جداً أو موجودة في القاهرة الجديدة تروح فرع الأهلي في التجمع أي واحد بيحب أن يكونوا عضوه في النادي الأهلي مش شرط يكون أهلاوي أي واحد مصري عايز يحافظ على أسرته ويتطمن على أسرته ويشوف أسرته في مكان مناسب رياضي واجتماعي وعلى جميع المستويات فيه زوء وأدب واحترام وعائلة الكل بينتمي لها أكيد هيروح يشترك فيه فرع النادي الأهلي في التجمع الخامس وبالتالي نهاردة بإذن الله يعني بنبص وبنشوف لقطات من سنتين ثلاثة كانت أرض صحرة النهاردة بنشوف التعمير ده كمان هيبقى ليه تأثير إيجابي إزاي على المنطقة الجغرافية في القاهرة الجديدة عشان كده بقرة بإذن الله في حفل الفتاح هتشوفوا يعني حاجات جميلة جدا ورائعة جدا وحضور لقبار المسؤولين لأن النادي الأهلي جزء من مؤسسات الدولة وبالتالي بقرة هتشوفوا قبار المسؤولين من الدولة المصرية موجودين عتلقوا وفود وحتلقوا ضيوف على أعلى مستوى بيشاركوا النادي الأهلي في فرحة افتتاح فرع الأهلي في التجمع وفي القاهرة الجديدة وبإذن الله بقرة كمان ومن خلال تخطيط قناة الأهلي هتشوفوا يعني كل الكواليس والتفاصيل وتخطيطها مستمرة بإذن الله على مدار اليوم لغاية منتصف الليل وبس مباشر من مقر القناة هنا في اكتوبر وبس مباشر أيضا كمان من فرع النادي الأهلي في التجمع وبرامج وبس حي وشبكة مرسلين بقرة هتشوفوا النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي في كل بيت في مصر سواء بقى بينتمل أي نادي اللي في النهاية احنا كل بنا بيشتغل عشان نشوف المؤسسات وهي بتبني وبتعمر وبتعمل قطاع رياضي وبتعمل قطاع اجتماعي وبتعمل قطاع للشباب والرياضة كمان في جميع المستويات فألف ألف مبروك لكل جماهير القرى المصرية ولكل المتابعين للرياضة المصرية جماهير النادي الأهلي على افتتاح الهرم الرابع مش عايزة أقول فرع الرابع هرم رابع لمنشآت النادي الأهلي وفرع جديد بإذن الله للنادي الأهلي